انا نينو جيكو نيتي لا اول مرة شوفوني ما تنسوش تشتركوا وتفعيلوا بجرس اشتركوا كل الجيم من الفيديوهاتي بفكركم تاني ان القناة بتاعتنا منوعة عشان لكل حاجة واي حاجة النهاردة جايبا لكم فيديو حلو قوي عاجم ناس كتير جدا وهو حل مشاكل الكيكة اللي بتصادفنا عشان الكيكة تثبت معنا عشان ناس كتير بتشتكي ان الكيكة بتطلع معاهم مش مزبوطة وقابلهم عيوب كتير انا زيكو كده دخلت من مطبخ برضو كنت بتلاقبت كتير وكنت بعمل الكيكة ساعات بتطلع مني بايزة وطبعا كلنا بنتضايق لما بنعمل حاجة وبتفكس مننا بس انا حاولت ان يتعلم وعرف ايه العيوب فالنهاردة هقول لكم العيوب اللي صادفتني وعالكتها ازاي اول عيب اللي هو ان الكيكة بتهبط منك او بتطلعها من الفرن بتلاقيها هبطانة وشكلها من الزريف اه طبعا لو انت عاملة كل الحاجة كويس قوي ومتأكدة مية في المية ان انت حاطة مقاجين مزبوطة وحاطة كل حاجة مزبوطة طيب ايه السبب ان الكيكة يخليها تهبط منك اول سبب ان انت لو فتحت عليها الفرن قبل خمسة وعشرين دقيقة الكيكة ما فتحت عليها الفرن قبل خمسة وعشرين دقيقة بتحط على الرف الوسطاني على درجة حرارة مية وتمانين حتى لو ما عندكش درجة حرارة بتزبوط الطايمير على النص بحيس ان هي الكيكة تبقى متوسطة درجة الحرارة وبتحطشها على الرف الوسطاني وبتحطش على القعدة البتاجاز على طول وما بتفتحيش قبل خمسة وعشرين دقيقة لان انت لو حاطشها على القعدة البتاجاز هتتحروق وهتبدأ ان هي تستوى بسرعة فهتطلع معاك يا اما مش مستوية من النص واخدى لون من فوق واخدى لون من تحت بس مش مستوية من النص لانها ما اخدتش السوا بتاعها والوقت بتاعها فلازم تسبيها خمسة وعشرين دقيقة على الرف الوسطاني بعد كده بتطفي من تحته بتولع من فوق دقيقتين لو عندك شوية بتولع من فوق دقيقتين وتفتحي بعد حوالي سبعة وعشرين تمانية وعشرين دقيقة هتلاقي الكيكة بتاعتك ما شاء الله طلعها عالية وفي نفس الوقت طلع معاك يا مستوية طيب بعد ما بتطلعها من الفرن المفروض تعملي ايه المفروض بتجيبي بالانشا خشب او اي حاجة خشب عندك وتحطيها عليها لان الكيكة ما بتتعرض للهوا بترجع تفتص تاني فاحنا مش عايزين بعد ما عملناها طلعت معانا مظبوطة تفتص معانا فبنعمل ايه بنتطلعها من الفرن ونبدأ نحطها على بالانشا ونكونوا قفلين الشباك بتاع المطبخ عشان لو دخلها هوا هيفتصها معانا فلازم ان اولا وما سبهاش برضو في الفرن اني لو سبتها في الفرن يا اما سيب الباب بتاعه موارب كده عشان يدخل لها هوا بسيط يا اما لو فضلت يقفل الباب بتاعه هتلاقي ان الكيكة استوت زيادة لان اخد السخونية الفرن بالزيادة فراحك جاية يقلت لقيها اا اعرها اا اغمق معاكي وفي نفس الوقت كمان فتصت معاكي تمام طيب في ناس بتقول انا بعمل كل ده وما بفتحش عليها وبلاقيها برضو فتصت معايا يبقى السبب ايه السبب في نوع البيكنج بودر ان انت بتستخدميه ممكن هي اصلا ما علتش من الاول لان انت لو فتحتش عليها بعد تلاشي ان ديه ممكن تلاقيها زي ما هي ما علتش وطلع ان هي هبطانة كده ومش ظريفة لان نوع البيكن بودر اللي بتستخدميه بيبقى بايز فلازم تتجربت بيكن بودر بيكوني متأكدة منه قبل ما تستخدميه عشان تعرفي ازا كان صالح ولا فاسد لان البيكن بودر اللي فاسد خلاص كده بوز الدنيا كلها فانت بالتالي لازم تأكدي من النوع البيكن بودر طيب عملت كده ولقيت برضو الكيكا طلع هبطانة معاك يبقى عيف التسوية يبقى الفرن بتاعك عيف التسوية فيه مشكلة في الفرن عندك فعشان كده ما بتسويش الكيكا معاك مزبوط تمام طب ده بالنسبة للهبوط واللي هو آآ بتاع الكيكا طب في ايه تاني بيصادفني بيصادف ان الكيكا بتطلع مع الجنة من النص السبب ايه السبب ان انت يا اما بتحطي اللبن سائع بمجرز ان انت حطيت اللبن سائع بيجمد المكونات السيلة فبالتالي مهما ضربت في الخلاط او ضربت على ايدك هيخلي المكونات تمسك في بعض فهتعمل تخرز هتلاقي عمل كده زي حتت ومهما فكتش مش هتتفك فهتحطي المكونات اللي هي الجفة عندك فهتلاقي بعد كده ان الكيكا محب حبة يا اما محب حبة يا اما مش هتستوى من النص ومهما حاولت تسوي فيها تاخد وقت وسوا ومش هتستوى من النص لان الحاجة اللبن خلاص طالما تحطي سائع بوز الدنيا برضو لو عملتش البيت نفس الفكرة وحطيش البيت سائع بوز الدنيا فلازم اللبن يكون بدرجة حرارة المطبخ او دافي خالص حتى لو تسخنش اللي هو يدوبك ياخد اول درجة من حرارة الدافي خالص تمام يبقى ده اللي بيخلي الكيكا تعجن من النص في ايه كمان ممكن يخلي الكيكا تعجن معاك من النص ان انت ومادلا changer من الحاجة لfashionículo الاتجاه الكيكا لما تيجي تدربيها لازم تتضرب في نفس الاتجاه يعني نزللت مقونات التي تنزلت بالمقونات الحاجة وبالمضرب بتاعك في نفس الاتجاه لا تبدالت ذلك يوجد ش م Basketool ما فقدrبي خلاص الحاجة التضرب يبقى خلاص تلم معاك خلاص كده بتبدأ ان انت تفضيها في سنية ولازم السنية تكون مناسبة للكيكا. ما تحطيش كمية كبيرة في سنية صغيرة وتقول كيكا بوزت مني. ما تحطيش كمية صغيرة في آآ في سنية كبيرة وتقول لي كيكا بوزت مني. لازم السنية تكون مناسبة للكيكا. لازم كمان تتأكدي من ايه? تتأكدي من ما اجيش بهذاك اللي انت مشي بيها صح. لان في ناتبة تشتكي ان الكيكا بتطلع معهم آآ زي اكنها كده. آآ مسكة. او ان هي تحسين ان هي تقيلة كده. تمسيك الحتة تحسين ان هي تقيلة كده مش حلوة مش لازمها ان هي مش هاشة كده لا. الحسين ان هي عاملة بتبعض كده نشفة. فايه الحل ان انت sets بتعملي ايه? انة زودتي دقيق. فكل ما بتزود دقيق. كل ما بيطلع الكيكا ملكومة. انما كل ما بتزبطي الديق الكيكا عموما ما بتاخدش كيكا اليوميا ما بتاخدش اكتر من كبايتين ونص من جيق. ممكن تاخد كوبايتين وربع. انما ما تقلش عن الكوبايتين ونص يعني الكوبايتين وربع وما تزلش عن الكوبايتين ونص. فانت لازم تبقى عارفة الحوار ده لازم تبقى متأكدة من المقادير اللي انت ماشي بيها. ومرضو ما تجيش تقليل المواد السايلة وتقولي كيكا مش مظبوطة ليه ان انت ازودت حاجة اما قللت حاجة. فده بيفرق في الكيكا. ممكن تلاقي كيكا مستوية من تحت ومستوية من فوق. وتجي تحطيها مثلا تفتحي بعد عشرين جهة تلاقي الكيكا خلاص مستوية. تجي بمجرد ان انت تحطي السكينة او الخلة فيها تلاقي الكيكا راحت فتصونة من النص كده ونزلة مرة واحدة لان دقيقها قليل. كده تعرف ان الكيكا عندك جيء بتاعها قليل. فعشان كده الكيكا مش طلعة مظبوطة. فلازم ان انت تزبوتي كمية جيء وكمية المقادير اللي انت شغلة بيها. عايز اقول لك ايه تاني? انا بحاول اجمع لكم كل اللي بفتكره في عيوب الكيكا. في ناس كمان بتشتكي ان الكيكا بتطلع نصها عالي ونصها واتي. طيب العفة ايه? ان انت لما بتيجي تنخلي دقيق وتيجي ما تحطي البيكينبودر ما بتقلبيش كويس. لازم تنخلي دقيق اول حاجة في الكيكا شتطلع معاك هشة. الديق لازم يكون منخول. وكمان البيكينبودر تنخليه وتحطيه على الكيكا وتبدأ ان انت تقلبي كلهم مع بعض. اه مع بعض كويس قوي delegيق مع الكاكيوة لو تعمليها بالكاكيوة و DEي ايه مسلة هتحط жить التقيق والكاكيوة والمبودر مع بعض وتقلبي كويس اوي لاني لو ما قلبتش المقدير الضي كويس اوي مع بعض هتلاقي ان الكيكا طلع جزء عالي وجزء واضي. فمش هتطلع معاك مظبوط هتلاقي ان غيرها من ناحية عالية ومن ناحية واضية. فلما تقلب المقدير الجفة ليس اوي مع بعض هتلاقيها ان هي كلها طلعة سوى واحد وطلعة مهاشة معاك لان دي لما بيتنخل بيدي هشاشة. فيه كمان عيب اللي هو اللي فيه ناس بتشتكي ان الكيكا بتطلع معهم غمقة. الغمقان ده بسبب ايه? بسبب ان هما بيحطوش خل. لما علاقة الخل لما بتيجي بتحطيها في الكيكا بتفتح معاكي لون الكيكا. وكمان بيديها هشاشة بيخليها تطلع معاكي هشة. وبيديها برضو بيخليها حتى لو بيكن مبودر في مشكلة بيساعد من الكيكا ترتفع معاكي. فبرضو بيعمل معاكي بي اول حاجة بيديها هشاشة للكيكا. تاني حاجة بيفتح معاكي آآ لون الكيكا. تالت حاجة بيرضو بيعمل كعامل ان هو يرفع معاكي الكيكا حتى لو مبودر ضعيف او كمبايز برضو بيساعد ان الكيكا ان هي تعلم معاكي. فهنا دي للناس اللي بتشتكي ان الكيكا تطلع غمقة. فياريت تستخدمي معلقة من الخل هتفرق معاكي جدا. بس كده يا رب اكون قدرت افتكو. واللي افتكر حاجة. وايض اسأل على حاجة. سيبها لي في الكومنتيات وان شاء الله اقدر ان انا افتكو.